سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً في الناتج المحلي وارتفاع معدلات الأجور والتوظيف في عام 2023 وفق إحصاءات رسمية خلافاً للتوقعات بدخول البلاد في حالة ركود اقتصابي في عام 2023 ترقب الأمريكيون ركود الأسواق بسبب رفع أسعار فائدة لأعلى مستوى لها منذ عقدين لكن اقتصاد أمريكا سجل مع نهاية العام الماضي نمواً في الناتج المحلي وارتفاع نسبة التوظيف بمعدلات فاقة التوقعات نمتلك الآن أقوى اقتصاد في العالم وأعمال منتظمة نسب التضخم تنخفض وخلقنا أكثر من 800 ألف فرصة عمل وتذكروا أن معارضين قالوا إن الصناعة تموت في أمريكا وإن الصين ستتفوق علينا نحن لن نسمح بذلك الولايات المتحدة سجلت نسبة بطالة بـ 13.17% فقط نهاية يناير الماضي وارتفعت معدلات الأجور على مدار العامين الماضيين والسبب الرئيسي في ذلك خشية الشركات الكبرى مواجهة صعوبات التوظيف والمحافظة على المواهب كما حدث إبان فترة انتشار فيروس كورونا ما دفع المستهلكين للإنفاق بمعدلات ساهمت في إبعاد شبح الركود الاقتصادي عن أمريكا وفقاً للإدارة الأمريكية من المعلوم أن خطة الرئيس بايدن عندما جاء إلى البيت الأبيض بخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق الحكومي فلدينا فرص عمل جديدة وتقرير الفرص العمل الجديدة يثبت ذلك الإنفاق الحكومي لدينا قانون كارس الذي شجع الإنفاق الحكومي بمقدر بـ 5 رليون دولار هذا الإنفاق الحكومي يشجع الاقتصاد لتستمر عجلة الاقتصاد بشكل جيد مقارنة باقتصاد دول أخرى ملف الاقتصاد يشكل عنصراً مهمة للأمريكيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويعاول بايدن على قوة الاقتصاد في عهده للمساهمة في انتخابه لدورة ثانية بينما يقول منافسه المحتمل دونالد ترامب إن ارتفاع أسعار السلع والمحروقات سيساهم في إعادة انتخابه كريم يسري المشهد واشنطن